ريتشارد دوكنز ترى هو إمام الضلالة في تقديري في زماننا إمام الضلالة فضيحة الجنسية عن الجزيرة اللي هل تعلموا إنه من بينها وانا عندي وثائق يعني ها وثائق هل تعلموا إنه من بين هذي الاسماء ريتشارد دوكنز ودانيال دانيال فلابدنا نحن نستفيد ونلاحق هالأشياء هذي ونكشفهم ونوضحهم بس مع الأسف ما حد يلتفت ولا أحد يلتفت روجر بينروز هذا مع هوكينج هذا هوكينج المشلول اللي مع الأسف كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن هذا يعني قص عليه ولعب بعقلة هذا ريتشارد دوكنز ريتشارد دوكنز ترى هو إمام الضلالة في تقديري في زماننا إمام الضلالة لأنه مو بس مع هوكينج حتى مع دانيال دينيت والتأثير كان غير عادي على جيله على المتخصصين من جيله فروجر بينروز مثلا لا أدري يعني هو من ناحية الفيزيائية لا يقل عن هوكينج زيان ليش هوكينج وايد مشهور وخصوصا شهورته صارت أكثر بعد ما تكلم في الإلحاد وغيره وبينروز مسكين ما يعرف إلا المتخصصون في مجال الفيزياء عموما يعني تشوف بأن إذا أنت يعني هم عصابة حقيقة عصابات هم عصابات قبل فترة سمعتوا بها الفضيحة الجنسية عن الجزيرة سمعتوا فيها صح أو لا طيب من الأسماء المشهورة اللي عرفت بأنها رايحة للجزيرة المشهورة 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 وبعد كلينتون ما كلينتون صح هل تعلموا أنه من بينها وأنا عندي وثائق يعني ها وثائق هل تعلموا أنه من بينها هذه الأسماء ريتشارد دوكنز ودانيال دينت ليش ما نستفيد إحنا إحنا مشكلة نضيع فرص هذه فرصة إنا عشرة تنبين أنا تفضل هؤلاء اللي يعني يصيرين أئمة العالم في الإلحاد وكذا هم أكثر أول ناس قاعد يمارسون الممارسة المنحرفة مع الأطفال وغيره طريقة غير إنسانية فلا بدنا نستفيد ونلاحق الأشياء هذه ونكشفهم ونوضحهم بس ما على الأسف ما أحد يلتفت ولا أحد ينتبه أنا في تقديلهم عصابة وعندهم نوع من التنسيق والترتيب وكذا ولكن شغلهم غير معلن يعني شغل العصابات اللي يكون بشكل خافت وخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر